نادي زمالك واستعداد وابقى لإنتقالات يناير يعني طبعا هنجناش نتكلم نهارضا على فكرة مباراة مصر المقصة والإسماعيلي من الأسبوع السابع وتقدمت طبعا لسا الأسبوع السادس هيتلعب إن شاء الله يوم الجمعة ولكن المباراة دي الوحيدة من الأسبوع السابع وتقدمت في مباراة اليوم كنت بتكلم على نادي زمالك وانتقالات يناير والأمور بالنسبة لنادي زمالك وانديها كلها في فكرة مين اللي هيجي في انتقالات يناير مين هتستغنى عن مين وبالتالي تقدر تجيب مين لكن كنت بتكلم على رضا الهجوك ده واحد من اللعبين المغربة المميزين لعب الوداد البيضاء ومنتخب المغرب الأولمبي لعب عشر مباراة مع منتخب المغرب الأول وايضا وإحنا بنتكلم على أهدافه أو عدد أهدافه 12 هدف وصنع 6 أهداف في الموسم الماضي أنا أقول لكم ليه عشان ليه نادي زمالك حطت عنيه على اللعب ده لعب مميز لعب هداف لعب بيعرف يعمل أسست أيضا في الملعب وبالتالي عنده مميزات كتير جدا نقدر نادي زمالك استغلالها في ظل طبعا الفريق المتواجد في الوقت الحالي جاء العروض من السعودية وجاء العروض من البرتغال اللعب فضل التواجد فيه الدوري المغربي بزروف كورونا طبعا نحن شايفين أوروبا الأمور بالنسبة لهم الكورونا مكتاحة أوروبا وبالتالي فكرة البقاء فيه كانت المغرب كانت أضمن ليه خصوصا كمان الحكومة المغربية بتمنع أي حد يسافر بسهولة بره المغرب في الفترة اللي فاتت قيمته التسويقية 300 ألف يورو وعقده ينتهي مع الفتح الرباطي المغربي في 20-23 ده واحد من اللاعبين اللي ممكن ناتز مالك برضو حاطت عنهم عليه أيضا فيه لعب آخر وهو جاستن شونجا وده لعب زامبي برضو ناتز مالك حاطت عنه على هذا اللاعب عنده 24 سنة شارك مع أولاندو بايروتس في 77 مباراة طبعا أولاندو بايروتس الجنوب أفريقي سجل 16 هدف في 77 مباراة وبرضو نفس الرقم 16 هدف وصنع 16 هدف أيضا يعني الاتنين متسويين سواء بقى صنعته للأهداف أو إحرازه للأهداف 16 هدف ليه 15 مباراة دولية مع المنتخب الزامبي من 2017 حتى الآن سجل خلالهم سبع أهداف دول 15 مباراة سبع هدف يعني أعتقد معدل مميز لهذا اللاعب في المباراة الدولية بيلعب في تشوكمة التشا الجنوبي أفريقي يعني هو لعب في الدوري الجنوب أفريقي ويشارك في سبع مباراة وسجل هدف في هذا الموسم قمته التسويقية 600 ألف يورو ده بالنسبة ليه اتنين لعيبة اللبنانية الزمالك في انتقالات يناير بالنسبة ليه المحترفين لتعويض أي حد ممكن يمشي داخل نادي الزمالك بيحاول طبعا أنه هو بيتعرض عليه وبيشوف لعيبة ممكن يبقوا موجودين في الفترة القادمة طيب بخصوص نادي الأهلي